السلام عليكم شباب ثلاث سنوية عاملين ايه يا ربكم بخير وبصحة وبالف سلامة معاكم دردر محمد المشتول والنهاردة ان شاء الله هنشرح تالف لسن في شابتر 1 في الترانزيشن إليمنت صلى على النبي عليه الصصر ايه خدنا ايه لسن 1 ولسن 2 خدنا في لسن 1 اليوزيس بتاعة الترانزيشن إليمنت طب خدنا ايه في لسن 2 خدنا البروبرتز بتاعة الترانزيشن إليمنت فالنهاردة بقى معلم احنا هنشرح لسن 3 طب لسن 3 ده سهل ولا صعب سهل موت حاجة طرش طرش يعني طب بيكلمنا عن ايه بيكلمنا عن حاجة اسمها الايرن او عنصر الحديد هناخد الايرن اللي كان في الترانزيشن إليمنت اللي احنا واخدينه قبل كده هناخده ندرسه هندرس فيه يا معلم هندرس من اول استخراجه من الجبال لحد ما يطلع ليه حديد ونستخدمه في الايه في المعالق بقى في عربيات اللي انت عايسه اشطه قولي اشطه فريد хочет اختيارس قبل مانيبدة وعايزين نعمل لا يعني عايزين قبل مانيبدة ونروع على حالنا قده هال لازم عشان تروع على حالك لازم دي تبقى رايئه تبديه توذي إزاي... هكyi ق圭 من القهوة وتعالى اشطه اشطه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام يالله نبدأ أسمي الله وقول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حيث النهاردة هتكلمني على إيه؟ هتكلمني على حاجة اسمها الـ IRON مين الـ IRON ده؟ ده رمزه F ايه مشتولي وكان راكم مخنصة اخدناه الحسطين اللي فاته كان 26 برافو جامد تيدي أقولك لما اجي أعمله التعامل ازاي؟ لأ أجي وزعه لك يالله باشي أن نوزعه هو F 26 كنت بوزعه ازاي؟ كنت باختار الـ IRON الـ IRON كان رقم كام في الـ IRON هو نفسه كان رقم ثلاثة اللي بعده 4S واللي بعده D والدي أهل من S بواحد يعني 3D 18 أزود عنهم اثنين إلكترون بقيت 4S 3D كان بقى معلم اللهم صلى على سيدنا محمد 3D6 اشطى؟ اشطى السؤال ده اللي أعطي بقى في الكرة الأرضية الكبيرة بتاعتنا ديت اللي احنا مش عارفين نعط فيها دي الكرة الأرضية بتاعتنا ديت نسبة الحديث فيها كبيرة ولا صغيرة يعني يحتل المركز الـ IRON بالنسبة لبقيتها ويحتل المركز الـ IRON يعني هو هو منتشت بنسبة قد ايه؟ بالنسبة للعناصر اخواته او الWhich اوADE الإلم انتو إخواته صه pacقنا gesam واحد زوجي دللقاتي هيクول ليه مستر انت تقلت هلي فأول حصة ان العامة الإيرن دة ان عامة الإيرن دة ده الراجل ده بسم الله ما شاء الله عليه اللهم بارك اللهم بارك هو يحتل المركز الأول انتشارا على مستوى الكشرة الأرضية صح؟ يعني أخذناه في الدرس الأولين لا 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 صلى عنها فيه واحد الله لا لا إلا الله قال لك يا باشا القيرن ده ده هو المركز الرابع على مستوى الكشرة الأرضية من حيث إيه؟ من حيث الابندنس يعني ابندنس انتشار ابندنس يعني انتشار من حيث الانتشار يحتل المركز الرابع يحتل المركز الرابع أما مين أول مين ثاني مين ثالث صلى الله عليه وسعم فيها على بضل سوقات السلاح فكرت Victory Lab من أكثر عنصر منتشر على مستوى كرة الأرضية الكشرة الأرضية الحنةosing有حنا هنا عليها احنا هو نمشي على ايه؟ بنمشي على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ اللهم صلى سيدنا السيدة وموجود في البحر يعني بص موجود في الهوى موجود في البحر وموجود في الرملة يبقى مين أكثر عنصر انتشارا على مستور كشرة أرضية يحتل المركز الأول مين أكثر واحد؟ الأكسجين شطور مين تاني واحد؟ أكثر واحد انتشارا السيليكون شطور مين تالت عنصر؟ هو الألمنيوم أجمد واحد في المجرة دي عدها يبقى أكثر عنصر منتشر هو الأكسجين بعكده السيليكون بعكده الالمانيو بعكده الايرن يبقى صلى عن النبي الايرن هو الابندنس بتاعته قد يا باشا قالك هو الفورس ابندنس ايلمنت هو الرابعة طب نسبته في الطبيعة بنسبة قد ايه بالنسبة للكرة الارضية كلها هو نسبته 5.1 برسنت حلو حلو طب نسبة الرابعة طب مين اول عنصر منتشر الاكسجين اكتر عنصر مجلس في الطبيعة الاكسجين يليه السيليكون يليه اللي بعديه على طول السيليكون اللي بعديه على طول الالمانيوم اللي بعديه على طول الايرن خلاص زين فل يبقى ده الرابع نسبته 5.1 برسنت اسألك سؤال ابيح قول لي اسأل هاسأل انا هاسأل من غير ما تقول هو الاكسجين ده نوعه ايه طبعا انتوش عارف يعني من نوعه ايه هتقول لي ده جايز لأ اسمع مني بقى انواع الايليمنت متل نون متل ميتالويد الاكسجين ده نوعه ايه برافو عليك يلي قلت حافظ معايا السنة اللي فاتت اللي حافظ معايا السنة اللي كان هيقول لها مستر انت قيل لنا النون متل وقلتها لنا برضو في البتاعة التانية دي اسمها ايه اللي هي المقدمة اللي انا قلتها في الاول حسن بص الاسي اي شطور يا ولا الاودى ده نون متل يبقى خلاص ده نون متل يبقى اكتر عنصر منتشر على مستقر القرار الأرضية هو نون متل وهو الاكسوجين ده بايسبا الاسمه ميتالويد. يبقى التاني أبطر عنصر منتشر ميتالويد. ميتالويد يعني لا هو متل ولا هو نون متل. ده الالمينيوم ده متل يا خرابي. ده الايرن برضو متل. حد من اعتراض زي العسل. فاسألك سؤال بقى? اسألك سؤال. سؤال لغبطة. سؤال لغبطة. السؤال اللي بيودي نرجو هنم على طول في الامتحان طبعا. بيقولك ده رابع واحد امتشارا صح? قولي اه. على مستقر قشرة ارضية. طب احنا خدنا من حسين يا مشتولي ان هو يحتل المركز الاول انتشارا. على ايه بقى? هو الفريست اباندنت ايليمنت. على مين? يعني هو الاول على مين? الاول على الفريست ترانزيشن سيريس. على الفريست ترانزيشن سيريس. الفريست اباندنت في يا باشا. في الفريست. ترانزيشن سيريس. زي العصر. يبقى صلى النبي. يبقى اللي اللي انا قلته ايه? انا مقلتش اي حر والله انا اعزوه. اللي انا قلته? ان الحديد يحتل المركز الرابع على مستوى الكرة الارضية كلها. بنسبة ايه? 5.1%. بنسبة ايه? 5.1%. فيه مش لا? حلو. وكل ما بتخش في الكرة الارضية من تحت. يعني احنا اللي انا بتكلم فيه دلوقتي. الكشرة الارضية اللي بره بس. الطبقة الخارجية اللي احنا عايشين عليها. بس انا كل ما اخش للنسبة للكرة الارضية من جوه. نسبة الحديد بتزيد. يعني عن كشرة الارضية من بره. 5.1. نسبة الحديد قليلة شوية. طب لما اخش دوه. لا نسبة الحديد تزيد 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 تزيد. زيد 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 زيادة رهيبة كمان يعني هو ممكن يبقى معظم الكور أرضية من جوه ممكن تبقى حديد أصلا بس في الكور من جوه قشطة يبقى كلما يخشه لجوه إيه اللي بيحصل لنسبة الحديد تزيد إيه اللي كلما يخشه لجوه إيه اللي بيحصل لنسبة الحديد بتزيد حد أنه أتراض؟ أتمنى أقول لا قلص زال عصر يبقى هو يحتل المركز الأول على مستوى تمام؟ طب عارق معنىك في سؤال؟ قل لي ترتيبه ترتيبه يعني هو الأول والثاني والثالث والرابع في الميتلز هو زال ساكند أبندنت متل متل يعني أي ثانية واحدة؟ هو مين الميتلز دي؟ يولا الألمنيوم ده متل ونسبته أكتر من الحديد يبقى هو اللي بعد الميتل هو اللي بعد العطول بعد الألمنيوم معنى طول صح؟ آه فبالنسبة لي بقول إن هو زال ساكند أبندنت متل لا وخدت بالك من تلمت متل أشطة؟ يبقى أنا لو جيت رمتها لك عيمة عيمة وقلت لك عنصر أكتر عنصر منتشر الأكسوجين يعني لك أمثل أمثل إن الآير مهم 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 أيضا أمثل أمثل أو أنا أسف أجلس ألك تسمى الآير هو 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 يحتل المركز الكام او هو يعني ترتيبه الكام هو التاني خلي بالك من الكلام ده يبقى صالع النبي الايرن لو بتتكلم على مستقر الارسيز كراستي كلها هيبقى الاول لو بتتكلم على انا wärسف لو لو كلها هيبقى الرابعة لو بتتكلم على يبقى متالز هو المركز التاني من الذي قبليه الاليمينيوم من الذي قبليه الاليمينيوم ايش طه ايش طه طب لو هتتكلم كاليمينت بصفة عامة الاكسوجين ده اول واحد بعد كده السيليكون بعد كده الاليمينيوم بعد كده الاير لو قد في اي حاجة صعبة لأ طب يا جميل الحديد ده انا بلاقيه ازاي في الكرة الارضية قالك الحديد ده هو مارن جدا 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 فهو ما تتخيل في الحقيقة البيور منه البيور مارن مارن يعني ايه عمزة اللي بانة كده بتشكلها بايه دك فانا في الكرة الارضية او ربنا عاملها كده انت ما بتلاقهوش بيور اصلا نوت بيور انزايرس كراست امان بلاقيه على شكل ايه بلاقيه على شكل ايرن اوكسايدز يعني ايرن اوكسايدز يعني ايرن ماسك في اكسوجين ايرن ماسك في اكسوجين بقول عليها ايرن خلي بلاك بقى محط دي بص الاسم ده الاسم ده بديد علينا اور بقول عن ايه اسمه ايرن اور ايرن اور يعني الامات الخام بتاعك الحديد يبقى صادعو عن ob الحديد مبلاهوش بيور بلاقيه مسك فيه اكسوجين لو لقيته مسك في الاكسوجين بقول ان هو ايرن اور ايرن اور يعني هو ماده الخام بتاعك الحديد اشتاط اشتاط طيب لو انا عايز اجيب لو انا عايز اجيب اوه امتى جيلك بيور لو جالك نايزك من برة و جي خبطك خبط كرة الأرضية ساعتها هتلاقيه عن نايزك عن نايزك اشطه؟ اتمنى نكون اشطه يبقى بلاقيه بيور فين في النيازك انا مش هعرف انطقها بس عادي مش تعرفت انت اياها وماليه لغات وبتاع و ميتورايتس 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 مش مهم مش مهم اهم حاجة الكلمة تبقى عارف شكلها احنا هنختارها في الامتحام مش هنطقها صح؟ والله عظيم اسمها ميتورايتس يعني النيازك النيازك اللي هو حتة صخرة كيه دي عليك من برة كرة الأرضية داخلت تضرب الكرة الأرضية اشطه؟ اشطه مش مهم من النقطة مش هفضحك يا شاهد انت مش هقول انت معرفتش الكلمة الإنجليزة دي نقول ثاني نقول ثاني يبا لو انت عايز الحديد بيور بتجيبه بتجيب نيازك ميتورايتس معلش نطقها ايه ايمان انت جيته هتساعدينه انت عرفت انت ايه لن نيازك هو ايه الخط ده ده خطي الخط ده خطي هي لو دي ام ولا يوم دي ام ميتورايتس 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 ودي ايمان يا جماعة احب عرفت بصي شاهد دي شاهد اه طبع مستر تيتو ايمان طبع مستر مصطفى خدر انا اسف دورتور مصطفى خدر دورتور مصطفى خدر ماشي مش مهم مش عرفت انتقه ايه كلمة بالانجليزي ماخدتش كامياء كيمستر ماخدتش كاميستر ماشي اسمها نايزر بي لعرفة يا جماعة انا مش مهم من نقطة ماله شوية شلية لغات محدش فهم حاجة محاديش عارف انطقة و الله العزيم لغات مالبولت شوية لغات محدش فهم مش عارف انطقة ايه المهم احنا كبرنا الموضوع على كلمة ايه ميتورايتس ميتورايتس جماعة اشتا انا اسف لانا بدخلكم في الكواليس والله ناسبها صلى على النبي على السلام السلام لو قد بده في اي مشكلة حلو طب نسبة يعنت مش فهم خطي و ما هم يفهم لازاي الحمد لله طب.. يبقى بيور فين؟ في النيازك بيور فين؟ في النيازك طب بنسبة قد ايه؟ قلت بلقيه في النيازك يعني تسعين في المائة من النيازك بيبقى هو حديد تسعين في المائة من النيازك يبقى حديد لعنا جيت جبتلك دولة حالان حتى نايزك قد tear هذا هو بص بص ده نايزك وزنو و على الكرة الأرضية وزنو ألف كيلو ألف كيلو جرام وجيت قuleتلك يا معلم القد13000 كيلو جرام emphasized سيدنا محمد حديد قد ايه؟ هو انت ده نايزر صح؟ اه دي ميتورايتس اللي احنا لسه نطقنها عايز اعرف في نسبة حديد قد ايه؟ انت هطل لها مشتور 90 في المية 90 في المية صح؟ اه يعني اضرب الالف كيلو اضربها في 90 برس انت على الالة كله في الالة ملناش دعوه بقى هتطلع لنا على ما اظن تسعمية على ما اظن تسعمية تسعمية ايه؟ تسعمية كيلو تسعمية كيلو ايه حديد دي صفكة رباحة دي هنطلع برقى الفضاء نجيب حت نايزك ونرجع نيقع الخانج فل؟ فل صلى على النبي على روز السلام حد واعمل في حاجة اتمنى اكون الدنيا فل الفل بس يا باشا يبقى تسعمية كيلو حديد بيور اعمل فيه مبادلك تمام؟ تمام التمام طب صلى على النبي عليها افضل الصلاة وال والسلام لقد اتفعى اي حاجة صعبة اتمنى اكون لا يبقى صلى على النبي نقوله تانية في السريع 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 الايرن سيبك من توزيعته الايرن سيبك من توزيعته هو يحتل المركز الكام على مستوى الكشرة ارضية الرابع الرابع من الاولاني الاكسجين بعده السيلكون عشان موجود في الطراب الرهم اللي احنا مشينا عليها دي سيلكون بعد كده الايارن فيها اي مشكلة يحتل المركز الرابع على مستوى يعني الكشرة الارضية طيب يحتلل المركز الكم على مستوى ما في شغل عندي المنيوم من بعديه يحتلل المركز الثاني طيب يحتلل المركز الكم على مستوى هو يحتلل المركز الاول اشتاط طيب صلّه عنuesta بلاقيه بيور ولا بلا وجد بيور بلاقيه مش بيور مايفاعش افحد في اي حتة فى الكرة الارضية tetم موجود فى الشكل ليه يعني مواد خام يعني مواد خام مواد خام يعني حتة صخرة يعني تطلع الجبل اكثر الصخرة ده بيبقى ده اسمه مادة خام فيها اي مشكلة اتمنى ركن دي نازل فول الاقيه بيور امتا لما نايزة كي دي يضرب بدكو امسك النيزل ده طلعك كل الحديد اللي فيها هتلاقي نزل هتلاقي تسعين في النيزل ده حديد اشتط اتمنى ركن اشتط طيب صلاة اللي بس اي مالهاش اتراتين لازمة بالنسبة لانك انا مشتولي تمام تمام طب صلاة اللي يشفع فيك علي اغضاء الصلاة انا دلوقتي واحد هفتح مصنع حديد لما اروح اجيب القاير نقول حتة الصخرة اجيب حتة الصخرة افكر في ايه فيها انا اجيب دولات حتة الصخرة دولات يجبني حتة الصخرة ايه دي صخرة افكر في ايه فيها علشان اكسب اكبر قدر ممكن فكر بتفقير الاسريع شوية متخلاكش فقير انا روح ادور على الصخرة اللي فيها حديد كتير يبقى انا مدور على ايه بدور على الحاجة اسمها الارن برسنتج نسبة الحديد اعشو بص الصخرة فيها حديد كتير زي العصرية ايوهاتها دي انا عايز ايه انا عايز اشتغل على الصخرة دي طب انا قتلك بص بناظرة ايه الناس الاغنية صح اه ناس الاغنية ما بتحبش تتعب عايزة ما بسرعة ايه فلوس بسرعة يعني كتير و اه و ايه في الانجاز منه صح اه الصخرة دي مش انت بتاقيق مع الجبل ايوه يعني ممكن تلاقي فيها فر ميت اه كلب ميت اي حاجة اي حاجة ميتة صح اه سلحفة ميت ايه كان تلك ايه ماشي فيها ايه صح اه فانت بتدور دلوقتي التركيب بتاع الحاجة اللي بواها بتاع بلقم الحص Time ي יש섭 في الحديد جيد قوي لو مسرف الحديد جامد اوي انا هرمي الصخرة ملاش اي لازم طب لو مش مسرف الحديد جامد اوي لا هات الصخرة دي انا هتلحها عادي اشتا؟ اتمنى اكون اشتا وارح ابص على الصخرة هي فيها هارمفول هارمفول امبيورتز يعني فيها شوائب مدرة هو فيه شوائب مش مدرة اه يعني مثلا اه فار ميت مدر لا كيس بلاستيك اتحط في وسط الصخرة مثلا مدر لا مش مدر ماشي ايه بقى اللي انا بتكلم عليه هارمفول اللي هم مين السلفر الفوسفرس وحاجة اسمها الارزينيك سلفر فوسفرس ارزينيك سلفر فوسفرس ارزينيك ماشي هناختصرهم في كلمة ايه يبقى الهارمفول هناختصرها في كلمة اسباء اسباء اللي هو بتاع الدلع والكلام ده أشطه يبقى الامبيورتز هارمفول اسباء اسباء وإيمان قالت لنا اختصار احسن من اختصار الصراحة فالقلت لنا ايه بس بي اي اس بس واتكت علي سين يبقى الهارمفول الهارمفول هي بس اتقى ع السين واتقتلي ع السين اشتا اتمنى تكون اشتا يبا صررا عن النبي انا كواحد بفكر بتفكيرها ابو هشيمة ه روح ادور ع السخرة اللي فيها نسبة الحديد الكتير فتانيrå حاجة تدور عليها هشوف الوسخة اللي في الصخرة ايوه الوساخ اللي هي الëmpiretiz الوسخة اللي في الصخرة هل هي السهلة اللي انت تشلها ولا صعبة يبقى І دور علي conscience المبيرتاي ما هي المبيرتاي اللي عندنا اصلا الضارة المدرة اللي انا مش عايزة تبقى موجودة. لو لقيت كلمة بس. لو لقيت كلمة بس. لو لقيت كلمة بس. بس 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 ايه. فوسفرس ارزينيك صالفر. فوسفرس ارزينيك صالفر. يبقى دي الحارم فول ايه? يبقى انا بعيدة عن الصخرة دي. او اروح اعملها بس هكلفت. يبقى الحديد اغلى شوي. اشتاط. اشتاط. انا دوليات كنت تقول لك ايه? كنت بدور على الصخرة كويسة. طب هل اي صخرة ما اجبها من الجبل كده بيبقى فيها حديد? قال لك لأ. قال لك عندك كم نوع من انواع او الخامات? بتاعت الحديد. صلى الله عليه يشفع فيك. عليه الصلاة والصلاة. الحديد يا باشا عنده كم اه كم مادة خامة. قال لك يا جميل اول حاجة خالص عندنا هي السدرايت. حاجة اسمها السدرايت. هحفظك الاسامة دلوقتي ما تلاقش. تاني حاجة اسمها هيماطايت. تالت حاجة اسمها ليمونايت. رابع حاجة اسمها مجني طايت. صلى الله عن اللقاء. واحدة واحدة. سدرايت. هيماطايت. دي من كلمة هيمة. براهيم يعني. ليمونايت. دي من كلمة ليمون. يعلمونة. مجني طايت. اجنونة. صلى الله عن اللقاء. تعالوا نحفظهم بالسريع. السريع. السريع. سدريهيمة في لامونة تلعت مجنونة. عارفين فرز السكر؟ انا حاس لانا بقى الليدو دلوقتي. سبرايت باللموناتا واللمونة مجنونة. ابراهيم عايز سبرايت باللمونة. انت تتحميزت في حور الاختصارات. ماشي. سدريهيمة اسمع مني بقى. سدريهيمة. سدريهيمة. في لامونة. تلعت مجنونة. يعني هو. اشتف. اتب قولي اختصارها. سبرايت. لا. ابراهيم شير سبرايت. عايز سبرايت. انت تتعلم لكبرنا البتاعة. كبرناه. ماشي. يا صلى عالنبي. ايه من قلشت منها المرة دي? مش حوار. صلى عالنبي. دلوقتي نتكلم على ايه? نحفظه. عايزين نحفظه. سدريهيمة في لامونة تلعت مجنونة. سدريهيمة في لامونة تلعت مجنونة. سدريهيمة. 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 عشان تحفظه. وهنا مجنيطايت. طب باشا. باشا. صلى عالنبي. تعرف تقول هم لي السريع اختصار. اختصار السريع بس الاسامي. سدريهيمة. سدريهيمة في لامونة تلعت مجنونة. خلاص ايش. طب. مين هو السدريه? تعال اقول لك باشا عالكمبوند بتاعه. السدريهيمة يا باشا. هو. ايه ده مستر. الاسم ده انا عارف. او والله ده اسمه ايرن توكربونات. ده اللي هو اسمه السدريت. طب الهيمة. اف في اي تو اسري. يا ماشتول انا عارفه. ايوة ايوة انا كمان والله اسمه ايرن سري اوكسايد. فيها اي مشكلة? اتمنى اكنا دينا ازال فل. طب اللي مونايت. اللهم صلى على سيدنا محمد. هو هو الهيمة. اللي مونايت هو هو الهيمة. نقوله تاني. اللي مونايت هو هو الهيمة. بس في اختلاف بسيط. ايه اللي اختلاف? انا قلت لك هو هو. اف في اي تو اسري. صح? شاف التو دي? حطها قبل الحديد. شاف السري دي? حطها بعد الاكسوجين. تلاتة مية. نقول تاني. اتنين اف في اي تو اسري ضد سري اتش تو او. اشتا. يوقع الاتنين القبل الحديد تحطا هنا هو. والتلاتة بعد الاكسوجين تحطها بعدها فعلا. توقع تلاتة مية. اشتا. اشتا. اتمنى نكون اشتا. يبقى صلى على النبي. سدريت. ايناتو كربونات. اف في اي سي اسري. اف في اسي اسري. هيمة طايت. اف في اي تو اسري. اف في اي تو اسري. الليمونايت. نفس الهيمة طايت بس زود عليهم تلاتة مية. كل اتنين كل اتنين كل اتنين هيمة طايت. المسجين في ثلاثة مية ده اسمه الليمونايت الليمون الليمون بيحتاج مية اشطى طيب المجنيطايت FE3O4 ماشي اسمه ايه ده ما عارفش اسمه بس هو اسمه المجنيطايت جاه من كنة مجنيط فانا ممكن اقعيه مجنيطك Iron Oxide مجنيطك Iron Oxide صلى على النبي عليه قد صلى الله عليه انت عايز تسألني في ايه هنا تعال اسألك اول سؤال انا ممكن اسأله لك هوا ايه اللي بتاعت الراجل ده لو انت واحد منذكر برجامة طرش الموت يعني هتقول لي اتنين اعرفت ازاي يا لما العصايتين دي بتاعت الحديد يعني بتاعته باتنين طب لو انت واحد منذكر بس مش مش اجمد حاجة يعني بص صاحبي عايز تريب اللي بتاعت الحديد اه تعالي اعلمك بس دي لازم تقع حافظ برضو كله بركز معي في الحتة دي عشان هاسألكم سؤال لو انا مكونين مجد مارية بصوا حاسألك mindset بس هاشتت ح عكتين بعد كي هاسألكم اختAll اخت 3 لو انا عايز اجيب Крас دي المعنا تحاسي هي حاجة كصبانة ولا خسرانة دي دي كصبانة ولا خسرانة دي reactions دي يجب Gosh اخت خرب بالكم اخرب بالكم ماشا ماشا صناع النبي عاد Truth يعاني تشارج March iao التكافؤات. عايزة جيب التكافؤ. تمام? عايزة جيب التكافؤ بتاع الحديد. اعمل ايه? بساول كله بزيره. واحط بلص ما بين الرموز. ماشي. عندي كام ايه في ايه امان? واحدة. بلص. كله عنا بضي حاجة واحدة يا جميل. يبقى اسمها سي او سري. اشتا? بتساوي زير. المفرودي امان? المفروض. انت تبقى حافظة ان السي او سري اللي التكافؤ بتاعها او اللي تشارج بتاعيتها بنبي تفتو. اشتا? اشتا. اكوال زير. يبقى بنبي تفتو هتروح لك? بعكس السين تبقى بطو. ببست افتو. انا كاي جيبت التكافؤ بتاعها او اللي بتاعتها. اشتا? اشتا. طب لو قلت لك كده يا امان. ده اسمه هيمطايت يا امان. اف اي اي تو. هنعمل نفس الفكرة بزرط. عايزة جيب لتشارج بتاعت الحديد. احسوي بزير. ماشي. يبقى صلى على النبي. اف اي. بس انا عندي فيامة واحدة يا امان معلش. لأ. او اي تو اف اي مع الاف اي. يبقى اتنين اف اي. تلاتة او. عادي عادي الاتنين واحد مش فرق معرف حاجة. اشتا? اتنين اف اي انا معرفهاش. الوهاية الواحدة بالنجتف تو. انت قطيع دي الاتومات ماس. ماشي. 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 تلاتة اف اي اي امان. يلا. ها. اف اي اي سري ده هنعملها. اربعة او. اكوان. زير. الوهاية الواحدة. شطورة. يبقى اربعة اف اي اي ات. وهنا زيرو. تلاتة اف اي اي. هطول احناك بعكس. اكوال بوست اي ات. يبقى الاف اي الواحدة. ايه ده? بزار. هل فيه تشارج بالشكل ده? لا. انا عامل ما شفتها بالشكل ده. صح? يبقى احنا عاكيد عملنا حلقة بكم. ده هنا. اف اي بوستف تو. ده اللي احنا لسه حاسبين. وده لسه حاسبين. بوستف سري. وده هو هو ده. يعني هنا برضو بوستف سري. فيها مشكلة? ايه. ده. اف اي سري او فور. ده اللي انا لسه خليتك تحسبيه حاجات. هل ده اللي احنا عاملنا ده صح? لا. لا مش صح. فده معناه ايه? صلى عنا بيه. ده معناه ان الماجنتيك ايرنو اكسيد فيه هم فيه ثلاثة حديد صح? فيه نوعين من الحديد. فيه الثلاثة دولار متقسمين. الثلاثة حديد دولار متقسمين. ان فيه اثنين حديد بوستف سري. وواحدة بوستف تو. ده الحل الوحيد اللي ليها. اثنين حديد بوستف سري. وواحدة بوستف تو. طب صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. عايزين نتأكد من الحوار ده. نتأكد منه ازاي. اروح اطبق نفس اللي انا قلتو ده. بس بالاركم الجديدة. صح? ماشي بالاركم الجديدة. انا عندي هم تلاثة دولار صح? اه. هنا بوستف سري. يبقى اثنين في تلاثة بوستف ست. بلوس. وعندي واحدة بوستف تو. يبقى بوستف تو. عندي اربعة اكسجين. اربعة في نيجيتف تو. انا لازم تطلع بزيرو. انا بدور دولاتي هل هي تطلع بزيرو او لا. لو ما تطلعش بزيرو يبقى انا غلط. نيجيتف ايت. ستة واتنين على الآلة بتمانية. نيجيتف ايت. يعني الليلة ده كلها? بزيرو. يبقى انا صح. فيها اي مشكلة? عند انه اترد. اشطى? حلو. يبقى الماجنيتك ايرن اوكسايد. انا من يمكن ما اقولش عليه اسمه الماجنيتك ايرن اوكسايد. طيب بقول عليه ايه? ميكسيد ده. ميكسيد ايرن. يعني ميكسيد ايرن? الايرن المختلط. ليه بقول عني مختلط? علشان فيه اتنين اف اي بوستف سري وواحد بوستف تو. فيها اي مشكلة? اتمنى لكم ديني ازاي الفل. يلا نكمل? يلا المهمة بقى إسادي. صلى الله عليه يشفع فيك. على يا رسالة أسلاة بشاء مين احلى واحد فيهم؟ الى اقولك انا. انا م وبص على احلى واحد فيهم على اساس ايه? على اساس نسبة الحديد جوه كل واحد فيهم. نسبة الحديد جوه كل واحد فيهم. يعني مثلا مثلا حاجة زى السيدرايت دي. نسبة الحديد فيها قد ايه? قال لك يا مدير نسبة الحديد فيها؟ اللهم وصلح سيدنا محمد. من 20 ال42 في الماء يعني اتمية كبيرة ولا قلم ايه اه لا. يعني انت ريبت حطت مثلاً ألف كيلو، ممكن يبقى عشرين في المئة منها حديد، دي كميات كبيرة أو اللي إيه لا، كميات تعبانة خالص، طيب هي مطايت، ده النجم بتاعنا بقى نسبة الحديث يقلت من 50% لـ 60%، يعني أي صخرة أنت هتجيبها، أنت متأكد مليون في المئة أو متأكد بنسبة 50% لـ 60% أنت هتلاقي فيها حديد، 50% حديد، يعني نص الصخرة، لو أنت دياب 1000 كيلو، أنت متأكد أن أنت أقل حاجة هتلاقي 500 كيلو حديد منها، هتعرف تطلع منها 500 كيلو حديد، اشتا، اشتا، أو يوصل لحد 60، فده نسبة حيلة ردًا، تمام؟ تمام، الشغل العراري ده سهل لما بديبه، الشغل عليه سهل يعني إيه؟ يعني أعرف استخرج منه الحديث بسهولة، والراجل ده نفس الحوار، الشغل عليه سهل، فقشته، طب الليمونيت، تعالى نشوف يا معال، نسبة الحديث فيه بنسبة قد إيه؟ الله وما صلى على سيدنا محمد، نسبة الحديث فيه من 20% لـ 60%، يعني أنت دلوقتي لو جبت حتة صخرة، لو أنت دلوقتي حالا جبت حتة صخرة، والصخرة دي عبارة عن 1000 كيلو، احتمال، تلاقي فيها 60% حديد، واحتمال تلاقي فيها، واحتمال تلاقي فيها 20% حديد، أحدش عارف، يا 20، 30، 40، فأنا أكيد مش هديب صخرة وأشتغل عليها وطعب وصرف وأعمل الليلة ده كلها، أشوف الآن هتطلع لـ 20% مثلا، أنت ونصيبك، فأنا كده بلبس، ده خذوق، هذا خذوق، فأنا مين لغاد دلوقتي هو اللي حلو؟ الراجل ده، هيماطايد، نسبته عالية، ده نسبته قليلة، مش وحش، بس نسبته قليلة، ده نسبته أنت نصيبك، هو نوريسك، نورفن، آه، بس أنت تتخذوا أكتر ما، أكتر ما هتطلع منها مصلحة يعني، طب حلو، طب الماجنيطايت، قالت يا جميل، الماجنيطايت اللهم صلى على سيدنا محمد، هو من 45% لـ 70% في الرنج ده، بس الليمونايت والماجنيطايت فيهم مشكلة، ما بنعرفش نطلع على الحديد، أولا هنا نسبة الحديد قليلة، فدي ما ينفعش، دي مشكلة الليمونايت، إن معظم الليمونايت اللي بيدي نسبة الحديد اللي فيه بتبقى قليلة شوية، طب الماجنيطايت في مشكلة بقى، إيه المشكلة بتاعته؟ هو نسبته كبيرة، والله نسبته كبيرة، بس المشكلة كلها، لأنه أنا أطلع منه الحديد صعبة جداً، إن أنا أخرجه منه، خد أقلعه عن الأكسجين، أقلع منه الأكسجين، يبقى صلى على النبي، عايز تخرج الحديد عن الأكسجين، فبعمل له شيء اسمه Reduction، يبقى إزلي ريديوزد، إزلي يعني سهل، ريديوزد يعني بقلعه عن الأكسجين، بخرجه، 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 طب يا باشا، الهماطايت، إزلي ريديوزد، طب الليمونايت، إزلي ريديوزد، لا أو مش إزلي، يعني هو نسبته ضعيه، إزلي ريديوزد، بس بس البرسنت فيه قليل، البرسنت فيه قليل، إزلي ريديوزد، طب هنا هاردلي ريديوزد، صعب اللي أنا أفصله شوية، إزلي، أتمنى نكون إزلي، طب نسأل سؤال له لقتي بقى، والله ده بالحب، والله بالحب، هيماطايت، لونه إيه؟ يعني الصخرة أبص عليها لأيها اللون هيئ؟ هيمة، 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 هيمة يعني إنسان، إنسان يعني الدم بتاعه لونه؟ أحمر، يبقى ريد، طب الليمون؟ أصفر، أصفر، برافو عليك، ده بجد والله أنا عازم دي ألوانها فعلا، طب المغناطيس؟ أسود؟ أسود، خلاص دي ألوانها، والله ألوانها، هنا ريد بلاد كالر، هنا يلو، أصفر، الليمونية صفر، المغناطايت بلاك، لو جبت لك رسمة، فيها حاجة سودة، صخرة سودة، مغناطايت، لقيتها فيها حمار وتحصها حمرة كده وحلوة، يبقى هيمة طايت، لقيتها فيها لون أصفر شوية، ياليمونييد، يالرجل ده، مفيش تفريقة والله، ما بيجيبهاش في الانتحال، ما بيجيبهاش في الانتحال، فيها أي مشكلة؟ حلو، هنا بيبقى لون أصفر بس قلب على رصوصي شوية، أصفر قلب على رصوصي شوية، هنا أصفر أصفر، ليش ده؟ أتمنى أن يكون الدين يا فل، حاجة صعبة؟ الآيرن والأرز صعبة، الخامات الحديث صعبة، أربعة، حد يعرفوا الاقتصار لهم؟ سمعيه، لا، سمعيه، لا، سمعيه، لا، سمعيه بس ماشي ليمونايت، 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 أو في صدر هيما، في لامونة، تلقى يتمج، نونة، حد من أعتراض، حاجة صعبة حتى ديت، أتمنى أن يكون دينة زي الفل سهلة، ماشي، مين أحلى واحد عندنا؟ إبراهيم، هيما هو اللي هنشتغل عليه على مدار الحصة، صلى الله عن نبي، عليها فضل السلام، هنعمل زي من صفة خدر، يلا نبدأ حسطنا، يلا نبدأ حسطنا، الحديد هيطلع بثلاث خطوات من الصخرة، هيطلع بكم خطوة؟ بثلاث خطوات، الثلاثة وربعة، أول خطوة إيه؟ تاني خطوة، دي تالت خطوة بس قشطة، وهنا تاني خطوة، فل أقدره؟ أتمنى أن يكون فل، صلى على النبي، عليها والسلام، أول خطوة باش اسمها، دريسنج، اسمها إيه؟ الدريسنج، يعني إيه دريسنج؟ ها؟ بالحب كده بيننا وبين بعض، وبنات وبينها وبين بعض، البنات يعني بيبقوا دريسنج يعني تجهيز، تجهيز العرايس، يعني بيلاهزوا، بيلاهزوا الصخرة، إن هي هتبقى إيرن بيلاهزوها، إيش طيق؟ بيلاهزوا حديثة الصخرة الكبيرة، اسمها تجهيز، تجهيز، تمام؟ تمام، تاني حاجة نتكلم عليها، الخطوة التانية، حاجة اسمها الريدوكشن، اسمها إيه؟ الريدوكشن، هفهمك يعني إيه كمان شوية، يبقى صلى على النبي، دريسنج يعني تجهيز، الريدوكشن، دي العملية الأساسية أصلا، دي الفترة اللي هتتحول فيها من هيمطايت لبيور آيرن، نقول تاني، هتتحول من هيمطايت لبيور آيرن، إحنا معظم شغلين على مين؟ على هيمطايت، معظم شغلين على مين؟ على هيمطايت، إش طيق؟ إش طيق، طيب، ثالثة خطوة معنا بقى، ودي خطوة تفهم عليها أي، مالهاش أي ثلاثين لازمة، اسمها الستيل برودوكشن، تين نمسك حتة حتة، تعني نمسك حتة حتة، أول حالي هنمسكها دلوقتي، وهي الدريسنج، دريسنج يعني تجهيز، دريسنج يعني تجهيز، صلى الله عن النبي، درستات الصلاة، تجهيز، زي ناسر، هتجاهز إيه هتجهز الصخرة، هتجهزها إزاي؟ صلى الله عن النبي، قال لك عندنا بتلات حاجات، هتجهزها بيه صلى الله عن النبي، عليه الصلاة، تعالى نشوف بقى أبعلم، بينجهز الآيرن إزاي؟ تعالى نشوف، بصي معلم، أول حاجة خالص، لو الآيرن أو لو الصخرة ديت، أو القور ده كبير، بكسره، فبعمل له حاجة اسمها كراشنج، كراشنج يعني تفسير ايش طو، ايش طو، طب لو هو صغير أخلي كبير، سنت رنجة، سنت رنجة، صح كده طب لو كده أزود التركيز بتاعه خلص، انت خلصت الكبير، خليته صغير والصغير، خليته كبير ماشي، بعد ما عمل كده، أبدأ أنا أضافه بقى علشان講سنتريشن بتاعه ابدأ انا اتضافه علشان نزود الكونسنترشن بتاعه نقول تاني نبدأ ننضافه علشان نزود الكونسنترشن بتاعه طب صلاة ليش رفيت على الاساس السلام نرسف الحوار واحدة واحدة دلوقتي انا معي حتة صخر معي صخر ماشي معي صخر اهي معلّب الصخر ايه اشطه دي عبارة عن اور اور يعني مادّة خام ديبت المادّة الخام اللي هو هيماطايت او صدريت او او صدريت وهيماطايت وليمونيت ويه اللي بزاع الاخير ده اسمه مادني طايت لو جبنا اي واحد من دولت اعمل في الاول ايه قال لكيباشا هagarد اكسره تمام اكسره 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 نفترض لنا اسمي مسلا مشتولي ماجانص مشتولي ماجانص جبنا مشتولي ماجانص ده وجبنا له حتة صقرة اقعه وكسر فيها اه تكسر كسره 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 وخلاص ده شملتها لحد ما خليتها بودرة اول ما صاحب المصنع جي بص عليها ايه دا مشتولي انت عملتها بودرة لا انا مش عايزها بطر انا عايزها حيطة صغيرة اعرف لما امك تقولك خد حتة اللحمة دي قعد قطعها لي حيطة صغيرة ولا انت بتروح تفرومها لا انا بقطعها حيطة صغيرة هنا نفس الحوار الحاجة الكبيرة اللي عندها large size هخليها suitable size حجم ملائم مش هخليها fine particle مش هخليها حيطة صغيرة هخليها suitable size اسمها ايه؟ suitable size زي العسر يبقى large size في crushing يعني انت تكسير الحاجة large size بخليها suitable size هل بخليها small size؟ لا طب يا معلم الحاجة الكبيرة انا ياسف الحاجة الصغيرة جدا هنخليها كبيرة اصلا سيت اقول لك مش هخليه بيكسر وبيخليها suitable size كان فيه شوية بودرة وقعت منه فيه شوية بودرة وقعت منه فالبت فجبنا البت شهد فجبنا البت شهد البيت شهد ديت كت ايه؟ كتبت رقيقة موت خالص جابت اللي اتكسرت ديت او اللي موجودة دي جابت 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 جمحها 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 قاعدت تجمع يا باشا جابت 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 عليها كده او وعملتها فيها اي مشاولة بشاطنا اتمنى اكون زي الفل يبقى صلى على النبي مشتولي مجانس شهد واحدة رقيها كهة وجميلة نول تاني مشتولي مجانس وشهد مين مشتولي مجانس مشتولي مجانس مشتولي مجانس داخل ان واحد قوي جد عمل ايه؟ هبا قاعدت كمس في الصخرة قاعدت كسر فيها كسر فيها كسر فيها كسر فيها ودها خلاها سيوتبل صايز خلاها حيطة صغارة كية سيوتبل صايز اشتر اشتر بس نتجة تكسير كان في شوية بودرة واقعت منه كده تحت فشهد عملت ايه؟ قاعدت تحتيه قاعدت تحت رجلي مشتولي كده اوه هبا جمعت البودرة الموجودة جمعت البودرة الموجودة عملت ايه؟ هبا 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 يتنفق كده اوه وجمع هبا بقيت عملت لي ايه؟ سيوتبل صايز حد انه اعترض اتمنى اكون الدنيا زي الفل بازن واحد احد تعال بقى يا باشا نشوف حوار الكنسنتريشن فلو قد دلوقتي فيها اي مشكلة اتمنى اكون لأ طب صلى عليها شفع فيك علي لقضي الصلاة والصلاة يا جميل هو الكنسنتريشن ده يعني ايه؟ قالك عملية الكنسنتريشن دي بتتم عن طريق 3 خطوات او 3 حاجات انا بقول عليها ميسي عملية ميسي ايه عملية ميسي دي؟ عملية اسمها المجنيتك سيبريشن يعني ايه مجنيتك سيبريشن؟ الفصل عن طريق الماغنطيس بفصل الحاجة عن طريق الماغنطيس ستفهمك بفصل دلوقتي و عملية اسمها السيرفاس تينشن اسمها ايه؟ سيرفاس تنشن طب والعملية اللي بعدها اسمها اسمها ايه؟ الالكتريك سيبريشن يوبganصال عن نبي اعيس تستخرج الحديد اه ثلاثة عمليات اول عملية بجهز الصخرة بجهز الصخرة بجهز الصخرة اخر عملية هي اسمها الريداكشن الريداكشن ريداكشن هفاهمك معناها كمان شوية. طب الاخر واحدة وخالص معنا اسمها الستيل برودكشن استيل برودكشن اسمي استيل برودكشن يعني تحضير الستيل اشتا اشتا طب باشا عملت ايه كل اللي انا عملته جبت اول حاجة خالص اول خطوة الصخرة الكبيرة قعدتها كسرتها بمين مين اللي كسرها مشتولي مجانس قعدة كسر 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 خلاس يوتو بالصايز بعد كده ايه اللي حصل ديابه وشاهد شاهد دي عملت ايه جمع كل ناس كل وبابابابابابابابابا والتف يا معلم وتجمع بعد كده عملنا ايه باشا عملنا ثلاث خطوات تانية الخطوات دي ليه علاقة بالنظافة شوية نظافة المكان شوية اشتا او نظافة الصخور دي شوية ايه هم ثلاث خطوات دولة خطوات اسمها ميسي مين هو ميسي يعني مجنتج سيباريشن يعني الاي هي عبارة عن تمام الناس دي ايه لازمتها لازمتها في الحياة هي ريموف الامبيرتز ريموف ريموف الامبيرتز صنعي احد ريموف الامبيرتز صلنا عن نبي علاسه السلام هفهمها لدولتي يعني ايه حيطة دي ايه هدفها صلنا عن نبي خلاص اول اتين عفنهم بالحب طب هنا مثي ده ايه حوارو بص يا صديق انا هنا الخطوة الثالثة دي اللي اسمها الكونسنتريشن دي انا بزود نسبة الحديد في الصخرة هتقولي ازاي يا مستر ميح انت تجيبلي كيلو سخور او 1000 كيلو طن سخور 1000 كيلو مثلا 1000 كيلو من السخور انت تجيبلي 1000 كيلو هتزود ازاي نسبة الحديد جواه انت عبيت لأ صلنا عن نبي عبارة عن نبي انا بعمل ايه بنظف الوسخة اللي فيه مش فاهم انت جيبلي سخور دلوقتي الصخرة دي بيقي فيها فران ميتة فيها مثلا فيها كياس فيها فيها مثلا مطرح حاجة متوسخة اللي يüdك لأ فانا بنظف فيها مش فاهم وبفصل الحاجة اللي انا عايزها عن الوسخة دي بفصل الحاجة اللي انا عايزها عن الوسخة دي طب بفصلها ازاي مثلا مثلا عن طريق المجنىت يعني ايه الفصلة عن طريق المغنطيس مش فاهم واسه صاحبي انا بجيب سير سير ده اللي هو ايه اه زي حاجة ماشي كده تمام ده سير وبحط عليه الصخور هنا وبحط مغناطيس بس فيه هنا كده مغناطيس هنفترضين ان ده مغناطيس ماشي مثلا تمام الصخرة وهي بتقع لو فيه لو الصخرة الصخرة دي فيها حديد هتتشد نحت المغناطيس شوية فهتيجي تقع هنا طب لو هي مفهاش مغناطيس وهي شوية وساخة هذه الصخرة هتقع هنا انتضع ده مش الصخرة هي الحتة اللي فيه لو اسخة كده اللي ما فاش حديد يبقى صلى على النبي دي انا بعمل ايه دمغة مغناطيس دلقتي دي السموم مغناطيس بلاشة الصخور بيبقى فيها حديد هوبا وبا 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 يبقى دي ما عماتيس بو يهوبا يشد الصخور نحيته اكتر طب لو ساخة هتروح فين تروح في اي حتة انا بشرح علكم انت مش عليك ان انت تفهمها مش عليك انت تفهمها بس انا مشروح حولك تمام طب هنا يا باشا حد اسمها السيرف اس تنشن السيرف اس تنشن ديت صلى عن النبي خلاص فيهمنا الحتة دي اه عرفنا نشد شوية بالمغناطيس اللي فيهم حديد هنشدهم بالمغناطيس والوساخة هتقع في حتة تانية بعيدة عن المغناطيس ايش تا باشا؟ طب يعني ايه سيرف اس تنشن بص يا صديقي الصدوق انت هتجيب تشت وتملى ماء وتجيب اللي انت قصرته دي وتجيب اللي انت قصرته ده وتلميه في الماء التقيل هينزل تحت واي شوائب هتطلع فوق كمام ايه اللي انت عملت ده؟ انت استغلت خاصية اسمها السيرف اس تنشن ان الحاجات الخفيفة هتطلع فوق وتفزل ماسجر في بعضها فانا جمعت الوساخة كلها فوق هبه تقدر تشيلها بماسفة اشتا يبقى انت جمعت ده اسم السيرف اس تنشن جمعت اي الحاجات الخفيفة كلها جمعت فوق فوق مسجد في بعضها فانت عرف تتجمع كل الوساخة فوق فهب تجيب مصفة ترميهم بره باشا في الزيبالة دي اسمها عملية السيرف اس تنشن الاليكتر كسيباريشن شبه للمجنة كسيباريشن اشتا بس انا الصراحة ما عرفش بتتعمل ازاي في الحقيقة انا انا انت مشتوري ما عنديش العلم لحتة دي اشتا انا بشرحهم لك بصم مش عليك لانت تعرفهم والله بس انا بقولهم لك اشتا يا باشا مش عليك لانت تعرف الخطوات اللي بعملوها ايه في الفعلية يبقى الكونسنتريشن ايه هدفها بتزود نسبة الحديد ازاي بقى ازاي انت بتزود نسبة الحديد انت معاولتش حاجة اصلا لانت جبت المغناطيس وشد الحديد لجوه انت فسلتهم بس صلاة على النبي هفاهمك هفاهمك اوا انت لما بتشيل وساخة من البتاع ايه اللي بيحصل نسبة الحديد بتزيد ازاي انا مش فاهم صلاة على النبي فيه فيه مثال حلو فيه مثال حلو انا سمعته من بالصراحة من المدرس سمعته من المدرس للمسال الجميل جدا دولايات المشتولة هو انا مشتولي صح اة عندي عندي طلبة مثلا انفطارد حصة في فصلة مثلا الطلبة ديت هم معبارة عن 100 طالب كم طالب مية طالب مثلا المية دولات أربعين فيهم شطرين جدا 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 والستين البقين وحشين خطة لما أي حد يروح يسأل رماعة هو مشتولي الطلبة لعنده شطرة ولا فاشلة لا هي الطلبة لعنده اللهم صل على سيدنا محمد السراحة لعنده وفي ستين واحد منهم فاشل والاربعين منهم شاطرين طيب أن عايز أخلي مشتولي الطلبة لعنده كلهم شطرين يا عملي هقولك انا هعمل ايه? انا هدي الخش الحصة اوه. 62 طالب الفشلين اه اطلعوا بر. طب مشتولي ده ده تبقى عند 40 طالب. ايوه. بس اي حد هدي يسأل. عن مشتولي? هيتقال عليه ايه? ده مشتولي ما عندهش جرى الطلبة الشطرين بس. مية في المية من حصته. مية في المية من حصته. نص شطرة. هونت كده عملت ايه? زودت نسبة الطلبة الشطرين عند مشتولي. طب هل عددهم زاد? لا. هل الكمية زادت? لا هم 40. هم 40 طالب. بس انا شبت الناس الفشلة ورميتها في الزبالة. هي نفس الحوار بالزبط. انا شبت. ورميتها في الزبالة. حد من اطراض? لا. طب حد يخد باله من حاجة? ان انا هنا بحسن شكل. وهنا بحسن شكل. وبرضو هنا بحسن شكل. صح? اه. قال لك طالما بتحسن شكل. فده اسمه. فده اسمه. درسنج. بس ده درسنج يعبنا عن ايه? تحسين شكل. فزيكال اند ميكانيكال امبروفمنت. دول تاني. فزيكال اند ميكانيكال امبروفمنت. شكل ميكانيكال او فزيكال يعني تحسين الشكل. انا بكل ده بحسن شكل بس. ايش ده? اكمل نكون ايش ده. طب يا جميل. اللهم صلى على سيدنا محمد. الله عليها في درسة الصلاة. هل في حاجة صعبة لغضلاتيه? ان شاء الله لأ. ان شاء الله لأ. طب لو جيته قلت لك يا معلم. انا عايزة حسن. برضو كلها لسه في خطوات الدرسنج. عايزة حسن كيميائيا. انا والله ما عملت اي حاجة لغضلاتي. كلنا عملت. جيت صخرة كسرتها. اللي عملية اسمها. تقول لو ربت حاجات صغيرة. حابة فاين بارتكيلز كده. حابة صغيرة. حابة فاين. فاين يعني ايه? يعني حابة حابة ناس رقيقة بضرة. هجمحهم وخليهم. بعد كده زودت النسبة بتاعتهم. زودت النسبة بتاعتهم بطريقة ميسي. مين ميسي ده? مجنيتك سيباريشن. سيرفس. تنشن. والتالت حاجة معنا اسمها الاليكتريك. سيباريشن. حد نقطة رد. اشتا. اشتا. دي بتعمل ايه? بتزود. او بتعمل. بتعمل ايه? بتعمل اي بتشيل الامبيرتز. اشتا? اتمنى اكون اشتا. طب الكلام ده كله بحسن بي ايه? شكليات شكليات كل ده شكل واللهي. فزيكال اندي ميكالي ميكالي يعني شكل. طب لو انا عايز اعمل بس مش شكل بقى عايز اعملو كيميكالي. اعملها ازاي? قالك ما عندك شكل طريقة واحدة بس. ايه هي الطريقة? العملية اسمها روستينج. اسمها ايه? روستينج. يعني ايه بقى? معلش فهمني. روستينج تحميص. يعني ايه تحميص? يعني اجيب الصخرة وسخنها. اجيب الصخرة وسخنها. في ايه مش لا? حلو. هدف التحميص ده ايه? هدف التحميص ده ايه? هقولك انا. بني وبينك. بني وبينك. بس مش هدفه العلمي. ده بني وبينك. بني وبينك. هدفه اللي بني وبينك. ان انت لو ديبتلي اي صخرة. اي قور بقى. اي اير نقور. أي أور يعني سيدريت إشتا سيدريت إشتا هيماطايت إشتا ليمونيت إشتا مبينيطايت إشتا أنا عايز أحوله لهيماطايت هدف الروستينج ده بيني وبينك إن أنا حول لهيماطايت طب الكلام اللي على ورق الأمز بتاعته الأهداف بتاعته ثلاث أهداف ده الكلام اللي على ورق ثلاث أهداف ممكن تقول لي إيهما أقول لهم هدف التحميس يعني أنا أسخن قديب الصخرة وعد أسخن فيها أسخن فيها أسخن فيها أسخن فيها ليه؟ عشان لو الآير نقول في مية لو في مية أنا أشف لو في مية أنا أشف حلو طب لو الحاجة بتاعتنا فيها يعني فيها سي أو تو ممكن نطيره ممكن نطيره نقول تاني هدف الروستينج أو التحميس هدفه إيه؟ صلى الله عن نبي هدفه اللي بيني وبينك إن أنا أحول أي آير نور ليهما طايت إيش طه؟ عندك أعترض؟ لا طب الهدف الحقيقي بقى الهدف الحقيقي إن أنا لو الصخرة بتاعتي فيها مية أطيرها ما أنا بسخن يبقى أطير طب الصخرة بتاعتي لو هي فيها أو الحاجة بتاعتي ممكن يبقى ممكن أطير منها كربون دارساجز أطيره طب لو الصخرة بتاعتي فيها اللي مان قالت لينا الاختصار بتاعها هنقل اللي هو اسمخه إيه فاكروا فاكروا اللي مان قالت إيه؟ قالت لك بس البي والإي اس والإس الفوسفرس والأرزينيك والسلفر في عيوم شوية؟ حلو لو لقيت واحد من دولة التسخين بيطياره التسخين بيطياره التسخين بيطياره التحميص بيطياره اشتا؟ اشتا؟ يبقى الهدف اول حاله خالص دراي الأور فروم هيوميديتي يعني ايه هيوميديتي؟ الرطوبة الرطوبة يعني الحاجة بتاعتنا فيها مي ماشي تاني هدف عندنا طرد الاسبيل يعني طرد اكسبيل سي اوتو جاز فروم القور طبعا من المادة الخال والثالث حاجة معنا وهي اللهم صلى على سيدنا محمد احنا قلنا ايه؟ تانشيف وطرد السي اوتو جاز اه والريموف للامبوريتز جاهزون جاهزون ان شاء الله صلى على النبي على قصة الصلاة نمسل في تحوار واحدة واحدة نمسل في الدنيا واحدة واحدة تانشيف من اي رتوبة هو مين الور الواحدة اللي عندنا في رتوبة من الور الواحدة اللي عندنا في رتوبة الهماطايت من الهماطايت ده مين الهماطايت ده ليه هو رمزه اتنين اف في اي تو او سري. دوت تلاتة اتش تو او. انت عايز تعمل ايه معلم? انا عايز? انا اشفه. يعني اسخنه. اشطه? هو انا لما سخن حاجة دي الا يحصل? الميات تبخر. صح? اه. هيتبقى لك اتنين اف في اي تو او سري بلس. تلاتة اتش تو او. انت عملت ايه? والله اي حاجة. هنا كان في نقطة اتنين اف في اي تو او سري مسكين في تلاتة مية. انا طيارت مين? طيارة انا طيارة المية. اتبقى لي اتنين اف في اي تو او سري زائد تلاتة مية. زائل عسل يا باشا. زائل عشل يا باشا. في مشكلة با شواتنا? اتمنى نقول لأ. زائل عسل يا باشا? اتمنى نديني زائل فل. معلش يقول لي بنا انت عملتي ايه هنا? معلش يقول لي انت عملت ايه. هتقول لي اناش خفت مية. انا عارف. انا عارف. لأ حولت من ايد ايه بقى? يعني انت اللي حولت من ايه? معلش انا ماشي معك بطيق عشان تحفظ الاسامي وتحفظ الحديث اللي انا بقولها. تحفظ الخطوات اللي انا بقولها. انا ماشي معك بطيق عشان احفظك بس. اشطى اشطى. ده 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 اسمه ايه? اسمه ليمونايت. اللونه ايه? لو انت فاكر اللونه اصفر. عشان هو دايما اللون اللمون. تمام? تبدال هنا اسمه ايه? ده اسمه ايه? هيما طايت. اسمه ايه? هيما طايت. اسمه ايه? هيما طايت. وانت من 50% ل60% طب اللونه ايه الهيماطايد ده؟ لونه لون ابراهيم لون الدم بتاعه ايه؟ احمر فيها اي مشكلة؟ حلو طب الهيماطايد ده كان اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ايه؟ ايش طب حد ان اعتراض؟ لا تمام طب تعلم بص على هدف الثاني هدف الاولان هدف الثاني بقى معلم ان انا اترد السي اوتو جاس اترد السي اوتو جاس اترده النيد انت واقطلي يا متشترو من ايه على إن ما اعليش بقى احنا عايزين اوور اوور يكن فيه حاجة فيها كربون اوور يكن فيه حاجة فيها كربون اوور يكن فيه حاجة فيها كربون مين الاور اللي عندنا اللي يفيه كربون؟ فيه حرف السي برافو عليك ياللي قلت سدريت ف اonder ده اسمه ايه؟ او ايرن تو كاربوني هتتمن في في مبالس الحديد هتصخنوا هتصخنوا يعود الأيرون لما سdeath حดية حدية ثم يقنحك وتقول له فالكربون تزعل الكربون دي تزعل وتقول له انت عبيت يا لا انت عبيت انت عايز تطلقنا لا تمام لو عايز تطلقني خد العيال قال لها لا يا اختنا مش اخد العيال قالت له ليه مش تاخد العيال هو انت عايز نشيل انا ننخر كله الوحدي بنا معايا ثلاث عيال يا مفتري هرم عليك اللي بتعملوا فينا ده قال لها خلاص عشان مظلمتش انا هاخد عيال من عيالك بس الايرن هياخد عيال من عيالها يعني هياخد اكسجيناية واحدة بس وهي هتاخد العيالين التانيين اشطى قال لها اشطى فبقى اسمها فأي او بلص سي او توجاس ده مين ده ده اسمه ايرن تو اكسيد يا خرابي يعني الايرن هنا احنا للشارج بتاعتوب بوسط فتو اشطى اتمنى نكون اشطى طب صلى على النبي علي شو السلام الايرن بوسط فتو هل هو ستيبل يا ابني الناس والله ما ستيبل عرفت ازاي عرفت ازاي تعني رجعينا تاني ونفتح صفحة في النص ماناش اي لازمة تعال يا معلم نختار لون مسلا اختار اي لون انت بتحبه برافو علي انت اخترت ايه ها 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 نختار مسلا ايه نختار اه اغضر مسلا صلى على النبي على سو السلام تعال يا باشا نتكلم على هو ليه ده مش ستيبل اولا ايرن بوسط فتو فتو ستة وعشرين ارجون ستة ارجون تمانتاشر فور اس تو سري دي الله ما سلكنا سيدنا محمد سري دي ستة انا عايز نشيل ليه باشا ايه انا عايز نشيل الالكترون انا عايز نشيل ليه اتنين الالكترون صح؟ اه هتشلهم منين من الاس هتشلهم منين من الاس راش باشي هلأ الدي سيكس استيبل لأ امتا تبقى استيبل المعلم لما تبقى دي 5 فده معناه الارنتو مش ستيبل وطالما الارنتو مش ستيبل وانت معرده الهوى وانت معرده الهوى هياخد هوا هيمتص هوا هيمتص هوا فهيحصل ايه باشا وطالما امتص هوا وطالما امتص هوا دي ايه واحدة بس طالما امتص هوا يعني هياخد اكسوجين فالف اي او هتتفعل مع الاكسوجين وتحصل الله حاجة اسمها اكسيديشن اكسيديشن يعني ايه يعني اخسارة اكسيديشن يعني ايه يعني اخسارة فيها اي مشكلة? اتمنى لكون الدنيا زي الفل. طب باشا? يبقى يتحول الى تشمعنا معلش? يا ولا انا قلت لك يعني اي اوكسديشن? يعني اي اوكسديشن? يعني انا بخسر الالكترونز. يعني بدلا ما قلت هتبقى اسمها فيها اي مشكلة? اتمنى لأ. يا دي اسمها اوكسديشن. تمام? تمام. هتحاول الى بوستف 3. هو الايرن بوستف 3 اسمه اي عندنا? هي ما طيب. فيها مشكلة? اتمنى لكون دنيا زي الفلتين يعمل بلانس? تعال اعمل البلانس. الكلام ده انت? الكلام ده بيحصل امت? في الهوى. الكلام ده بيحصل في الهوى. والله العظيم بيحصل في الهوى. صلى على النبي عناس السلام. ده الشارج بتاعته بوستف 2. وهنا في الهوى. حطيت عليها اكسوجين. فهنا ايرن بوستف 2. خد اكسوجين. بقى ايرن سري. حصل لأكسديشن. بعد ان ما كان خسرون اتنين بقى خسرون ثلاثة. اكسديشن يعني خسارة. خسارة. اشطى. اشطى. خسر ثلاثة. خلاص يا باشا. عد باشا كم ايرن؟ واحد ايرن اتنين ايرن بقى اضرب هنا في اتنين. اشطى. اي اشطى باذن واحد احد. طب هنا كم اوة? اتنين اوة اتنين اوة يعني اربعة. هنا ثلاثة اوة. اعمل ايه بوز المسألة. ابوز المسألة ابوز المسألة ابوز المسألة. ممكن ما بوز المسألة لو انت عايز اضرب في هوف. ايش معنى? عشان اكيني هطير التو مع التو. اتبقاني واحدة اوة واحدة اوة اتنين هنا يعني تلاتة زي دي بالزبق. اشطى. اعتمد ان اكون اشطى. دي تاني حاجة. طب رابع هدف بقى معالي ايه انا يسف تالت هدف اصلي معالي يعني ايه ايه هو مين اللي عندي اللي انا ما بحباش خالص 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 وكرهها جدا. مين? الصلفر والفسرس. دولة انا اقولتلك لو انت شفتهم هيبقوا عحشين جدا. يبقى الصلفر احط عليه اكسوجين. والفسرس احط عليه اكسوجين. هو انت قلتوني انت بتعمل ايه? انا بسخن في الهوا. انا بسخن في الهوا. هوا يعني اكسوجين. بسخن في الهوا يعني اكسوجين. بسخن في الهوا يعني اكسوجين. يبقى الاس احط عليها اكسوجين. هتديني السلفر دايوكسايد. اس وطو. طب الفوسفرس لما حط عليها اكسوجين بتديني بنتوكسايد. ايه بنتوكسايد دي? بنتاكسايد. فوسفرس بنتاكسايد بيتو او فايف. انا اخر خطوة دي انا مش فاهم. انا بشيلي امبيرتز ازاي? بصوا صاحبي. الصخرة ده بيقى موجود على هيئة سلد في الصخرة. والفوسفرس نفس الحوار على هيئة سلد. ومش هودي يسيب الصخرة من جوه. مش عارف افصله خالص. مش عارف اطلعه من الصخرة. فاعمل ايه? اسخنه جامل جدا وهو في الهوى. اسخنه دخله الفرن وسخنه جامل جدا وهو في الهوى. اشتا? لما انت بتسخنه ايه بيحصل على جميل? بيتحول ليه مع الهوى يتحول ليه فيتير. طب والفوسفرس لما اسخنه يتحول الى فوسفرس بيتو او فايف بنتوكسايد. فوسفرس بنتاكسايد. اشتا? اتمنى اكون اشتا. يبقى صلى على النبي. ايه اللي احنا قلناه? كل اللي احنا قلناه دلوقتي انت عشان تستخرج. انا كل اللي انا خلصه دلوقتي هو اول خطوة. التجهيز. ماشي? انا بعمل يعني استخلاص. باستخلص الحديد من الصخرة ازاي? اول حاجة خاطص بحسن شكلها الاول عن طريق ثلاث خطوات. بحسن شكلها عن طريق خطوة ثلاث خطوات. التجهيز. تحسين الشكل يعني اه انا اسف ارميكانيكال. يبقى صلى على النبي. عليه السلام. تحسين الشكل. تحسين الشكل ازاي? عن طريق التكسير. بجيب الصخرة اه دا اكثر فيها اكثر فيها اكثر فيها اكثر فيها اكثر فيها. تتحول لسيتيب السايز. بعد كده السنترينج يا باش يعني يا سنترينج يعني تجميع. بجيب الفاين بارتكال زي الحديد الصغيرة وكبرها سنة بسيطة. تبقى لسيتيب السايز. باكد اخر حاجة خالص. التنظيف بس تنظيف الشكل بس. بطريقة اسمها الاتراكة دي هدفها ايه? تزويد نسبة الحديد. واحنا اتفاقنا ان نتزويد نسبة الحديد. ده معناه ان انا عندي صخرة فيها حديد وفيها شوية وساخة. هنشيل الوساخة منها. يبقى قال الحديد بس. ده فى انا زودت النسبة بتاعتها. ايش تا معلم؟ اتمنى. نكون ايش تا؟ تمام. عن طريق عن طريق ترى الخطوات. خلصناهم فكلمة ايش تا؟ ايش تا؟ وعندك حاجة اسمها ايش تا؟ ايش تا? ايش تا؟ ده تحسين الشكل. طب لو كلمنا على التحسين بقى المادة نفسها من جوه. الصخرة نفسها من جوه. صلنا عن ند. لو الصخرة لو هي انا هدف الحدف الهدف الكميكل. هدف الكيميكل. ان انا اي صخرة. اي ايرنور رحوله لهماطايت. اي ايرنور رحوله لهماطايت. طب بحوليه ازاي عم ترد? تلات خطوة. اول خطوة خالص يا باش اسمعها. تنشب بناش في المية لو فيه مية. يعني الليمونايت. في مية او في مية اسخانه الماء يطير، يتبقى لك هيماطايت تاني خطوة بطرد السيوتو جاز عندي مين اللي في سيوتو جاز؟ صدريت أحوله يبقى في الهواء في الهواء ده انستيبول انستيبول في الهواء فهب على توب أول ما يبقى فيه هوا يدفع المال اكسوجين بتاع الهواء يتحول ل اللي هو الهيماطايت اللي هو الهيماطايت اللي بعده بطرد الامبيرتز مين الامبيرتز اللي أنا محباش؟ كلمة بس بس حرف البي وحرف الاس الفوسفرس أنا aceف السلفر يديني ضي احط عليه اكسوجين يديني ضي والفوسفرس يديني بنت اكسايد فيبقى سلفر دايوكسايد والفوسفرس اشطى اشطى تعال انخش على تاني خطوة تعال نخش على تاني خطوة من هي تاني خطوة؟ الريدكشن يلا يلا سمي الله وصلى عالنبي واركز بعمعاه عشان دي دي الدرس يعتبر فل فل إحنا دلوقتي هنعمل إيه؟ يعتبر هتطلع لك للآيرن بيور فل فل إيه بش صلاة على النبي علي يا فزاة الصلاة طب دلوقتي هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على تاني خطوة في الإكستركشن إيه هي؟ اسمها الريدكشن الريدكشن يعني إيه؟ الريدكشن يعني أنا عندي آيرن أور عندي آيرن أور يعني عندي حتة حديدة المسلف أكسوجينية أنا مطالب مني دلوقتي الريدكشن معناه أن أنا نشيل الأكسوجينية منها أقلحها الأكسوجين أقلحها خالص من الأكسوجين أبعد الأكسوجين عنها إيه طيب؟ ده ما يعني كلمة الريدكشن طيب خلاص حلو فعملوا فرن يدخلوا فيه السخور بتاعة الارن أور يبقى صادعا على النبي عايزين نعمل الريدكشن هندخلها في الفرن هنعمل الريدكشن ندخلها في الفرن نعمل الريدكشن ندخلها في الفرن ماشي عايز ادخله في الفرن هو انت ليه انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اقلحه الاكسوجين انت عشان لو انت مثلا مثلا عايز اخلي حد يقل على الاميس بتاعه اعمل ايه؟ خلي القضو حر خلي القضو حر فهو يتحر في اعمل الارض ده لأ انا هقل على الاميس في اي مشكلة؟ نفس الحور بالزلط عايز تشيل الاكسوجين؟ اعرضه للسخنية طب اعرضه للسخنية فين يا باشا؟ قالك بعرض السخنية او بعمل الارض دكشن في مكانين او في فرنين فرن اسمه بلاست فرنس بلاست فرنس الترجمة بالعربي اسمها الفرن العالي سيبك من الترجمة طب هنا مدركس فرنس فرن مدركس نقول تاني هنعمل ليه ده دوقتي وظيفتنا ايه؟ نقل على الاكسوجين اللي هو فيه نقل على الاكسوجين اللي هو فيه في اهلعه ازاي؟ ادخله مكان حر ادخله مكان حر عندك كم نوع من انواع الافران؟ عندك نوعين وهو ده المكان الحر عندك كم نوع من انواع الافران؟ نوعين نوع اسمه بلاست فرنس ونوع اسمه مدركس فرنس خلاص ذا الفل مين ده ومين ده؟ تعالي نمسلكوا واحد واحد خلاص صلى الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ده يا معلم. ده بلاست فرنس. هو ده الفرن. ده شكل الفرن. الشكل زي ما انت شايف كده. ده ببقى مبنى ضخمة ان شاء الله عليه. آآ مبنى ضخمة حرفيا. وبقى في فتحكي ده بتتحدي بيتخش منها الهوى السخن. هوا سخن. يدخل اير ايه هوت اير. تمام? اتمنى لكم تمام. زي العصر. طب صلاة النبي. احنا الفكرة بتاعتنا عبارة عن ايه? بديب اير نور. يعني حاجة فيها اكسجين. واشيل منها الاكسجين. طب معلش. هل هتعفت شيل الاكسجين لوحدك? لأ. لازم كن في حد يشيل الاكسجين. لازم حد يشيل الاكسجين. يعني لازم حد يقلعك. لازم حد يقلعك. اشطى? اتمنى نكون اشطى. طب باشا. انت عشان تديب الشخص اللي هيقلعك ده. هتعمل ايه? الحاركة القاتي. الحاركة القاتي. باشا. الحاركة القاتي. احنا دلوقتي باتكلم على البلاست فرنس. هنجيب سير. السير ده يعني حاجة بتمشي. ونحط فيها الحاجة اللي احنا هنحط. يعني ايه ان كان عشان نطلقها جوا بقى. تمام? تمام. ايه اول حاجة بحطها في الفرن? قال لك يا باشا. انت لازم تحضر الشخص اللي هيقلع القور. لازم تحضره. طب بحضره ازاي? اول حاجة بعملها? ان احنا نحضر الفحم. بحضر شوية كربون. صلد. صلد كربون. بحضر شوية فحم. في الفرن. مع الهوى السخن. هوا 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 هوا. يعني ايه هوا? يعني اكسوجين. الكربون او ما يشوف الاكسوجين يقولي اوو. فانا عايز الاكل لها. فهياخد السي اوتو. ده سمو السي اوتو جاز 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 يعني هيتر لفوق. وهو طالع كده اهو. انت لسه عمال تحضر في كربون. في فحم. تحضر في كربون. في فحم. تحضر في كربون. يعني فحم. خلاص اشتفى. الكربون يقابل السي اوتو جاز. الكربون اللي انت بتحضره يقابل السي اوتو جاز اللي طالع. فالسي دي تبص للسي اللي جنبها. هتقول لها يا بختك ده. انت معاك اتنين اوو. طب ما تديني واحدة فقا تديني من الربنا من دهولك. فتقول لها خلاص انت بدمت عمال بصاري كده او. انا هتديكي اكسوجينية من اللي معاي. فتبقى دي اسمها سي او. ويدي اسمها سي او. يبقى انا عندي كده. كم واحدة اسمها سي او. اتنين. كربون مونوكسايد. كربون مونوكسايد. كربون مونوكسايد. كربون مونوكسايد. فيها اي مشكلة. ماشي. بس هل احنا. هل احنا من دراستنا الكيميستري. هل احنا شفنا الكربون مونوكسايد ده كثير. لا. دايما بنشوف السي اوتو جاز السي اوتو جاز c-o-till جاية الصح؟ اه! فكر بـb Gramm USA-Lt ايه؟ انا مريش دعوة، انا عايز ايه؟ انا عايز اوكسوجين، انا عايز اوكسوجين، انا عايز اوكسوجين ففي حاجة واقية يعنى اني انها تطلعها من الدعوة كده ايه هي؟ دي وهي طلعاً فوق طلعاً فوق 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 فوق، فوق فوق بدأ يقع الهيماطايت بدأ يقع ايه؟ الهيماطايت مين الهيماطايت ده؟ ،عنق ذلك الcio C2O3 فالCO شافت ان هو معا اكسوجين اهو معا اكسوجين عريس يا بوي حبه مسكة الاكسوجينية خدتها CO1 هتاخد اكسوجينية واحدة فتتحول تبقى CO2 الوحدة CO1 تاخد اكسوجينية واحدة طب هل انا عندي اكسوجينية واحدة؟ لا انا عندي ثلاثة يبقى كل ثلاثة CO هياخده ثلاثة CO يطلع لي ثلاثة CO2 السي او الوحدة تاخد لي السي او الوحدة تاخد لي ماشا انت عملت ايه كده؟ انا فصلت الاكسوجين عن الايرت انا قلعته انا قلعته اعملت له ريداكشن انا عملت له ريداكشن مين اللي عمللي ريداكشن؟ الكربون مونوكسايد صح؟ اه يبقى الريديوسينج ايجنت يعني ايه؟ يعني الشخص اللي بيقلع الريديوسينج ايجنت عندي اسمه ايه؟ قالك اسمه كاربون مونوكسايد كاربون مونوكسايد كاربون مونوكسايد كاربون مونوكسايد طب الايرن اللي تلعي ده بيبقى شكله عامل ازاي؟ هل بيبقى سولد يعني؟ قالك لا ده بيبقى سايح بس بقول علي اسمه البيج ايرن اشطى؟ اشطى؟ حديد سايح بيج ايرن فقول اللي امعلم؟ فقول اللي امعلم تبقى صلى على النبي ايه اللي احنا عملناها دولوقتي؟ اول خطوة عملتها ان انا حدفت من فوق شوية فحمة وفحمة عندنا في الكيميستر اسمه كوك كوك يعني فحم فالهواء يتدخل على الفحمية هوبا يبقى السي بلس تديني سي او تو السي او تو جاز ده كان طالع وانا لسه عمل بضلق في فحم فالسي او تو جاز قبلت الفحمية الفحمية تعمل ايه؟ قالت لها هبا تنتمعك اثنين اوكسجين يا بغتك يا سيت الكل ما تديني واحدة بالله عليك بقى واحدة بس فقالت لها خلاص يتناها ديكي واحدة وانا ما يبقى معايا واحدة فاحنا الاثنين بقى ايه اسمينا؟ اثنين سي او ده الكربون مونوكسايد الكربون مونوكسايد ده ايه؟ ده الي ايه؟ ده الريديوسين دياجنت التاع يعني ايه الريديوسين دياجنت؟! يجبتكي يدخل يتكون الاثنين في الاخر Building الكلام ده بيحصل عند درة حرارة كم اكتر من 400 درجة فل الفل اتمنى لكم فل الفل خلاص حلو اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه اسمه ايه اشتا اشتا يبقى انا عملت ايه دلوقتي جبت شوية فحم ومعاها شوية سخور فحم اوه ومعاها شوية سخور السخور دي متواني من ايه عبر عن هي مطايت الفحم واقي الاول اتفاعل مع الهوا اداني كربون ديركسايد هو طالع قبل شوية فحم تانين لسه بيقع فتفاعل مع الكربون تاني فاداني كربون مونوكسايد اشتا اشتا الكربون مونوكسايد ده اللي هو بتاعي فانطالع هو كمان قبل مين نازل الهيماطايت فالهيمة طايته هو نازل قابل مين الشخص اللي هي قال لها هبا اكرب منوكسايد خد اكسوجيناية لا ده كل تلاتة اكرب منوكسايد خدوا تلاتة اكسوجينات وطلعوا لي تلاتة سي اوتو جاس ومعها اتنين افي الايرن اللي طالع ده اسمه ايه بيدي ايرن ده بيورا عادي خالص بس سايح اشتا اعتمنا نكون اشتا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام طب دلوقتي في مشكلة عندي ايه المشكلة انا بجلات اللي بحط في الفرد من صخرة والصخرة دي جاية من جبل اه اي نعم عدد بمراحلة كتير تكسير وبعكدها تجميع وبعكدها سيرف اس تنشن مع مجنية مش عارف ايه هنفترض لانا ما عمتش سيرف اس تنشن ومعرطهاش لمية ولا لأي حاجة وبعكدها سخنت وبعكدها حوارك كتير اكده صح اه جلاتي عندي مشكلة ايه المشكلة انا ده صخرة جاية من جبل عايزة ننظفها صخرة دي من جبل عايزة فيه شوية تراب ماك ترد باب فيه شوية ترامل فيه شوية تراب اي حاجة عايزة اطيارها من مين اروح دي بياسطة تبشير اعرف التبشير اللي بدك تبدي زمان على الصبوره الخضره في صبورة الخضره كان في المجرسة بدكت بتبشير في رابيو صح? ايوة اروح دي بالتبشير ده بس هو حاجة شابه التبشير بس هو مش تبشير بقول علي اسمه كالسيوم كاربو نيت كالسيوم كاربو نيت بديب كالسيوم كاربو نيت أو 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 اسمه إيه بقى؟ كالسيوم كاربو نيت أو بقول عليه اسمه كاربو نيت بقول عليه اسمه ليم ستون ليم ستون يا بديب الليم ستون أنا كتبت ستون دي مش عفلة ماشي بديب الليم ستون وعد أسخن فيها سخن فيها أنا برماية في الفرن أنا برماية في الفرن مع الصخور برماية في الفرن مع الصخرة انا سخن فيها فالكلسيم دي هت مرتبطة بال مين بال بالanne والmiş كان عندها ثلاثة عيال الكلسيم حد قاعده سخن فيها Вы سخن فيها سخمش حد بيسخن في الكلسيم دولmanship الكلسيم راء عملت ايه من كتر التسخين قلت يا كاربون روحي وانتي طالق فالضط فالكاربون مش هتسيب للحوار يععد كده قلت له لا يا حبيبي انا مش اخد الثلاثة عيال لوached انا مش هشئل الخرة لو passer امال انت كمان لازم تشيل خلاة معايا انت انا هديك عيل من عيال وانا هاخد اربي اتنين يبان تاخد عيل وانا هربي اتنين فالكالسيوم تاخد عيل واحد بس ويبقى اسمها الى هي او 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 بقول عليها اسمها الاسلاجد لايم اسلاجد اسلاجد لايم بلس السي اوتو زهل عصر فين اطراب في الحوار مفيش طراب اصبر انا ده عدفت في الفرن لسه في اقام مشكلة حلو ده ينزل لو قابل شوية او طراب او طراب احنا قلنا الرمل من ايه الرمل اللي قلنا في اول حصة فمعambول مين سلكون ممة داني ممتز ايه سليكون ضايف سلكون ضايف ايه اللي يحصل بقه ده يعمل ايه باشا Smooth او الكالسيومTE ايه اللي يحصل ده يخش في ده بص كله كله يخش في بعضه يبقى سي اي вотيلزف الاس اي اوتو سي اي هتلزف الاس اي اوتو يبقى سي اي اس اي و او سري كاليسيام سيليكيت اسمه ايه كاليسيام سيليكيت اسمه ايه نول ثاني عايس تشيل التراب بتعمل ايه تجيب شوية تباشير 대�اف تعمل ايه تجيب شوية تباشير التباشير اسمه كاليسيام كربونيت اسمه ايه كالسيوم كاربونات هو ايه كالسيوم سليكيت ده احبه معلش؟ الكالسيم سيليكيت ده بيقول عليه اسمه سلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اللي بيحصل.. بيطلع حاجة اسمها سلاج اللي سلاج ده بتيجي منين؟ نتيجة لانا بحط كالسيم كربونيت في قسط السخور علشان يشلا اي.. تراب او رمل اي حاجة فايسوا لكل اulas اكسايد.. حلو.. حلو! تب يبقى كالسيم كربونيت يسخن يديني ناكالسم اكسايد اللايمي استون .. اللايمي استون بتسخن تديني احاجة اسمها اللايم ستون بتسخن تديني حاجة اسمها يسلب ما يبدأ الليم يدينا سليج اللاي مستون يدينا سليج للام اللايم ستون يدينا سليج لام حد الاعتراض اتمنىكم يتنزلل فل ίν يدفعه معالطراب يدينا سلاج يدينا سلاج يدينا سلاج اشتاه احنان يكون اشتاه خلاص الصالة عالنبي الله عليه السلام يبكياcos بلاستفرنة السور كن visual عن الفضار عن كم خطوع التلات خطوات pln 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 رمية الفحم الاول ستف tau مع الاكسجين الهواء السخن. اداني سي اوتو جازي الكربوناية تفعلت مع كربون داكسايد تفعلت يدي دينا سي او. الايرن سري اكسايد يتفعل مع السي او تدينا سي او تو مع ها اف فيها ايا مشكلة. اتمنى كم بازن الله بازن الله لأ. بازن الله لأ. خلاص زي العسل. صلى عالنبي عليه يا اوزة الصلاة. باشا. احنا كده خلصنا البلاستفيرنس. نقش لنا مين? ميدريكس. يبقى اللي انا قلت في بلاستفيرنس. هجيب واحد يقلع الاكسجين. هجيب واحد يقلع الاكسجين. الواحد دا كان اسمه ايه? كربون مونوكسايد. اسمه ايه? كربون مونوكسايد. اسمه ايه? كربون مونوكسايد. طب معلش 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 معلش. لو في واحد قالك اه انا هجيب الكوك الفحم هو اللي يقلع. لا. الفحم هو مصدر هو السورس. الكوك is the source of reducing agent اللي اسمه كربون مونوكسايد. هو الفحم هو المصدر بتاع الكربون مونوكسايد. هو السورس بتاع الحاجة اللي بتقلع. هل هو الحاجة اللي بتقلع؟ لا. يبا هنا ايه اللي حصل؟ اول خطوة حصل يعني خد اوكسوجين. تاني خطوة الكاربون مونوكسايد. الكاربون يتفاعل مع الكاربون ديركسايد جاز داني الكاربون مونوكسايد. المونوكسايد ده هو هو اللي بيقلع الهيماطايت. اشتا؟ اشتا. طيب صال الله عنامي على اساس السلام. تعالي مسك فرنس بقى. خلاص احنا دلوقتي عرفنا. عرفنا ايه? عرفنا في البلاستفرنس ايه الحاجة اللي بتقلع? الكاربون مونوكسايد. اشتا؟ ازمنة بتن اشتا. الكاربون مونوكسايد. طب مصدر ايه? الكاربون اللي هو الفاحم. مصدر ايه? الكاربون اللي هو الفاحم. طب صلى عال이라 يشفع فيك علي القصة السلام. دلوقتي هنكلم على ايه? هنكلم على ميدريكس طيب ميدريكس ده وطي معلم. ميدريكس الفرن بتاع ميدريكس. شاك له عامل ازاي او أو إيه دنيته، أو إيه هم الـ Reducing Agent لجواه؟ سيبك من شكله إيه هم الـ Reducing Agent لجواه؟ بوسي معلم قالت Reducing Agent إذا كان بلاستفرنس كان عنده كربون مونوكسيد؟ لا ده هنا الـ Reducing Agent اللي في ميدريكس هم اثنين لو أنت هناك يا بلاست بلاستفرنس اللي هناك لو أنت هناك يا بلاست كان عندك كربون مونوكسيد بس هو اللي يقلع؟ لا يا حبيب، قلبي أنا أجيب اثنين يقلعونه بس مين هم الـ 2 بقى؟ سأل الله عن نبي هنجيب خليط مبين أو مكتشار مبين الكربون مونوكسيد والـ Hydrogen Gas ألا 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 ده إحنا سمعنا الاسم ده قبل كده فاكتينه أيوة كان فين يا حبيب قلب أخوك؟ كان فين لو أنت فكر؟ ده كان اسمه إيه طيب؟ اسمه إيه طيب؟ ده كان اسمه ووتر جاز كان اسمه إيه؟ ووتر جاز طب كان فاكر كان فين؟ أيوة 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 ووتر يعني فش ده استمرنا في الأول درس خالص طب هنا احنا بنستخدمك لرديس وندي اجنت يعني رديس وندي اجنت يعني بيقلع بيقلع يعني ايه؟ يعني انا هدي بالهيماطايت دلوقتي حالاً الهيماطايت ههو FE2O3 احط عليه كاربون مونوكسايد ومعها H2 الكاربون مونوكسايد نفسها تبقى كاربون دايركسايد نفسها تجبر في السن وتبقى ايه؟ كاربون دايركسايد جاز فيها مشكلة؟ هتمنى لكون لا فهتاخد اكسجينية من هنا وكسجينية واحدة من الثلاثة دولت فهتبقى اسمها CO2S الهتو هتاخد واحدة O تبقى اسمها H2O عشان نفسها تبقى مي كده انه اشتنق والاودين يوديها فين يوديها فين يوديها فين يوديها فين طمام؟ فواحد يجي يقولي طب يراك يا مستر خلاص احنا يراك لو جدنا اثنين CO الهتاخد واحدة والCO التانية هتاخد التانية تبقى اسمها اثنين CO2 يبقى احنا خلصنا فالH تقول لي لا يا حبيبي اشبعنا CO هي اللي تاخد اثنين اكسجين انا عايز انا ايه اللي اخد اثنين اكسجين فواحد تانية قال لي مش تولي سهل يا مش تولي ايه رأيك؟ انسيبك بقى من دولقتي انسيبك من الاتنين المكتوبة دولقتي ايه رأيك يا مش تولي احنا هنجيب اثنين H اثنين H2 الهتو الواحدة هتاخد O هي؟ لا يبقى الاثنين هياخدو اثنين والS هو هتاخد واحدة فهيطلع علي H2 فالوزارة قالت عشان معادلة ما ما نبقاش لها اثنين بلانس هنعمل ايه صال الله عن الاب عصلا ينفع تبقى اثنين واثنين وينفع برضو تبقى اثنين واثنين فالك عشان الوزارة قالت حان ما يعلمش يبقى اثنين بلانس والمصححا ما يعرفش ان واحد هو مصح لا احنا هنعمل ايه؟ انا كتبع الش Ferguson هنضرب هنا في اثنين بقى عندي كم اكسوجين؟ هدي 2 في 3 بستة يبقى اضرب هنا في 3 واضرب هنا في 3 6 اكسوجين 6 اكسوجين هو فال3CO هيخضو 3 وال3H2 هيخضو 3 فايديني 3CO2 ويديني 3H2 اشتا؟ هتمنى يكون اشتا يبقى صلى عندي ايه اللي حصل دللعتي؟ جبت ووتر جاز ألعو ألعو الهيماطايت ألعو الهيماطايت الووتر جاز ألعو الهيماطايت ألعو الهيماطايت كل اتنين هيماطايت بيتفعلوا مع 3CO مع 3H2 اللي هو الوتر جاز يدوني كربون داكسايد جاز ووتر ماشي؟ حاجة صعبة؟ لا هو الكربون مونوكسايد والH2 ده انت ديبهم من ايه؟ قالك هنعمل الحركة الذكية ايه الحركة الذكية دي؟ الكربون مونوكسايد والH2 ده بيتفعلوا مع مين؟ مع الهيماطايت ماشي؟ انا عايز اعرف انت جاب مصدرهم من اين؟ انت في البلاستفرنس نرجع بالزمن اللي ورا معناش نرجع بالزمن اللي ورا انت كنت تقايل لي ان الكربون مونوكسايد أصله كان ايه؟ جاب من الفحل هنا الكربون مونوكسايد او الوتر الجاز ده أصله ايه؟ بص يا صاحبي صلى على نبي عليه الصلاة شايف البرودرت ده؟ او اللي ايه؟ لما بيتفعل مع الميثان ايه الميثان ده؟ ده غاز طبيعي بديم شوية غاز طبيعي افعله مع البرودرت اللي طولعي ده؟ ايه اللي بيحصل؟ الصلاة على نبيه؟ اللي بيحصل تلقاتي ان السي السي دي جبارة والله جبارة مفترية اول ما شافت الاكسجين حلفت لتاخد كل الاكسجين الموجود فخلاص فالسي ارتبطت بمين؟ بالأو وقالت للهيدرجين افكي سنتا شوف حالك بقى يلا فطلعلي ايه؟ ايه ده مش فهم حاجة؟ يعني البرودرت بتاع التقليع بتاع اللي انا اعمل الريدرجشن للهيمة طيض البرودرت ده لو انا اخدته وفعلته مع الميثان هيطلعلي ووتر جاس ايه ده؟ مش الووتر جاس ده مشتولي هو هو اللي انا حطيته اصلا في معادلة التقليع ايوة يا ولا يا ولا والله العظيم ايوة يا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام هو ايه ده؟ ايه ده؟ هنفتح ماشي او والله العظيم هو يعني انا وريدت علىك مثلا فرن اوه بعمل جوه اوضة الاوضة دي بيبقى كلها ميثان جوه ميثان يعني غاس طبيعي اشتا؟ اقول لي اشتا؟ انا ايه؟ افشل في الرسم شوية او اشتا؟ او قوي؟ تمام؟ ده الفرن بتاعنا بس ده ميدريكس تمام؟ اتمنى لكم تمام خلاص اتفاعل خلص صح؟ او وطلع لي سي او توجاز وطلع لي او او فانا ببقى اعمل اوضة هنا الاوضة دي بقى فيها غاس طبيعي اللي هو اسمه ميثان اسمه ايه؟ ميثان الكربون ديركسايد انا ببقى فتح كده زي ايه؟ زي مصورة؟ ان اي برودر تيطلع يطلع على الاوضة اللي فيها الميثان دي فالميثان يتفاعل مع سي او توجاز والاتش تو او فالسي دي تطلع مفترية فالسي دي تقول لك ايه؟ انا هاخد كل الال موجود فيطلع لي الكربون مونوكسايد ومعه اتش تو فانا فوق عمال احدة هيمطايت فالافي اي تو او سري فالافي اي تو او سري تتقلع يقلعوها منين؟ من الوطر جاز الوطر جاز تقلع حالي فتديني سي او تو بلاس اتش تو او فالسي او تو بلاس اتش تو او ادخلها تتفاعل مع الميثان فالميثان يطلع عليك ربون مونوكسايد وانا عمال احدث في ايه؟ في ايه؟ تو او سري في ايه؟ تو او سري وهكذا اللي هي دايرة بتقعد تلف بينا بقى دايرة بتقعد تلف بينا اشطه؟ اشطه هل ميدركس صعب؟ اتمنى كون لا طب هل الريدكشن صعب؟ لا طب صلو على النبي بقى احنا قولنا دلوقتي مقارنة طبع بين مين ومين؟ البلاس تفيرنس ومين؟ ومين؟ ماشي البلاس تفيرنس من الاشخاص اللي بيقلعو من الريديوسينج ايجنت الريديوسينج ايجنت يا مدير هم هنا كاربون مونوكسايد فقط ومصدره منين السورس بتاعو الكوك انا عايز اقول ليه احمر الكوك يا معالي هو ايه الكوك ده؟ ده الفحم ده المصدر بتاعه عايز احاول بقربه من الريديوسينج عن طريق الاكسيديشن اشطه؟ اشطه المعادلات بتاعته كنا نقول ايه؟ في اي تو او سري زائد السي او انا ااسف السي او الواحدة هتاخد واحدة؟ لا انا عايز تلاتة اوكسوجين يطلعوا فهتطلع يبقى كده تلاتة سي او تو زائد اتنين افي خلص اشطه اشطه ايه نوع ايه البرودرت اللي طالعي؟ هو حديد يا ما اشتقولي بس حديد سايح حديد سايح اسمه كله احمر كده يعني هو يوم ما بتالب تالب خلص ماشي ايه بقى اسمه بج ايه بج ايه ايه بج ايه بج ايه حد انا اعتراض اتمنى اكون دنيا زي الفل اتمنى اكون دنيا زي الفل طب صلى على النبي ده اللي بيطلع في قلك اسمه واحد اسمه والتاني اسمه الاتنين دلت على بعض يعني ايه مصدرهم ايه؟ مصدرهم عن طريق الميثان ايه الميثان ده ده اللي هو الغاز الطبيعي edit ما اندركن اشتقه الميثان يا باشا عايز تقدر دولت بيتفاعل مع معها تو بالمعادلة بتاعتها كل ات؟ ف في اي تو أو سري يتفاعلوا مع تلاتة سي أو يتفاعلو مع تلاتة ابج دونا يدونا ايه اللهم صلع على سيدنا محمد يدونا 4F زائد 3C2 زائد 3H2 ماشي ايه نوع الحديد اللي طالع هل هو بيت ايرن زيه لا ده حديد منصهر يعني سايح نوع الحديد يا بشر اللي طالع هنا اللهم صلع على سيدنا محمد ركز بقى ركز بقى اسمه روت ايرن خلاص يبقى هنا اللي طالع لنا ايه حاجة اسمها الروت ايرن يبقى في المدريكس بيطلع لنا الحديد اسمها روت ايرن بالعربي حديد مطاوع حديد مطع حديد مطوع ده يبقى حلوة لوحش بيبقى حلو طب ده بيستخدمه في ايه عارفين السور الحديد السور عارفين لما تعدي مثلا بحاجة اسر مسلا حكومي بيقى فيه صك ده فيه سياخ الحديد ده معمول ده اسمه روت ايرن روت ايرن أو اللي هو آه روت ايرن هو ده تمام ده حلو وأو البيبان البيبان اللي هو بتاعت العمير تفتح الباب وكلام ده الباب اللي هو ايه اللي هو اللي بقعليه الرسومات وكلام ده الرسومات اللي هو اللي معمولة من الحديد ده اسمه ده سهل اللي انت تشكله شوية اسمه روت ايرن يبقى الحديد اللي يطلع من ميدريكس نوعه ايه روت ايرن طب الحديد اللي يطلع من ده بيج ايرن فيها اي مشكلة حلو طب احنا دلوقتي حالا نقص لنا ايه خلاص احنا دلوقتي هنخش على اخر خطوة حذرينهما الثالث حاجات بقى هصنع يئمة ستيل يئمة حاجة اسمها الكراست قاييرن الستيل ده هو حديد الصربride اللي احنا مندبيه يئمة الكراست آيرن ده انا والله설 من افكر اسمه ليبعل العربي بس مثله مواصير تعبانا كدة حتى انا لما بممكن تصرف عشر أو خم آشان سنة أيان كان تبقى تعبانا انتحس لو انت خبطت عليك دهو بتبتسر بسهولة. ده حديد بس حديد اه تعمل في دماغه شوية. وبحضر منه مثلا ايه الروت ايرن. وعند البيوت ايرن وحركة ايه ده. روت ايرن. ايش تباشوتنا? اتمنى يكون فل. طب لو انا عايز احضر دولاتي. احنا دولاتي هنستخدم في ايه? هنتكلم في ايه? هنتكلم في الستيل برو دكشن. انت عشان تحضر الحديد اللي بتبني بيه. لازم تعمل خطوتين زيادة. بعد ما الحديد يطلع اللي هو المفروض بيور. بعد ما الحديد يطلع اللي هو المفروض بيور. انت هتروح تنظفه اكتر. نقول تاني. انا هعمل ايه? هروح اعمل ريموف للامبيروتز اكتر من كده. ريموف للامبيروتز. طب ما هو نضيف. ايوه انا عارف. لا انا عايز اتأكد بقى ان هو ايه? انضف حاله خالص وما فيش ايه? ما فيش اكتر من كده. حد انه اعتراض? اتمنى برمانيدين ايساة الفولي يبقى صلع على النبي. اعاليه 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 من الحديد العليه التنبي بالبيت. تعمل ايه؟ تشيل المبيروتز، تشيل المبيروتز. طب صلع ليه يا شفoke فيته على الاسأة الصلاة؟ بعد ما شيل المبيروتز هعمل ايه? انا ديايه بشديد היوه. انا ديايه بحديد بيور. اسف! انا ديايه بحديد بيور. صاح اه هحط على الحديد اليه اللي انا عايزه يخليه اقوى من الاول. هحط على الحديد الـ Element. الـ Element ده اسمه إيه؟ كربون فحم بحط على حديد شوية كربون ليه؟ طالما حطيته اللي كنت دويت على بعض بيعمل لي حاجة اسمها اللوي اللوي يعني سبيكة سيبك منها هنقولها كمان عشرة دقيقة وخمس دقيقة ده بيعمل لي إيه كده؟ أنا كده عملت إيه؟ كده عملت حاجة اسمها الـ Steel الـ Steel له هو إيه؟ حديد الصلغ حديد الصلغ. الكربون لما بحطه على الـ Iron بيديني صفة أحسن لما أحسن ما يكون الكربون لوحده أنا أسف لما يكون الحديد لوحده الكربون أحطه على الـ Iron يخلي الـ Iron أقوى بكتير جدا من الأول اشتاه؟ أكبر أن يكون يبصده عنه عايزة حد عايزة عامل الـ Steel production عايزة أنتج الـ Steel عايزة أنتج الحديد الصلب أنتجه إزاي باشا؟ أول حاجة لازم تزود خطوطين الخطوطين هتعمل Remove تتزود النظافة شوية ثانيا أحط عليه الـ Desired Elements الـ Elements اللي أنت عايزه اللي هو مين؟ اللي هو يقصد بالكربون فعملت بالـ Steel الكلام ده بعمله إزاي؟ قالك بعمله في ثلاث أفران في ثلاث أفران مين هم الأفران؟ أول حاجة خالص اسمه أول فرن اسمه Oxygen Converter غالباً بالعربي اسمه محاول الأكسوجيني سيرك من العربي النوع الثاني Open Open Heirs Furnace أنت معانك شجر الأسامي بس معانك شجر الأسامي بس ثالث حاجة خالص اسمه Electric Furnace يبقى صلى على ليش فعفيك عنات صلى الله أنت عايز تعمل إيه؟ خلاص إحنا خلاص خلصنا بعد كده عملنا حاجة اسمها بعد الدريسنج عملنا حاجة اسمها Reduction اللعناه بعد ما اللعناه يلا ننتج بقى الانتاج ممكن أطلع Steel كاست Iron كاست Iron ده بتاع البيبان أو ممكن أطلع ال Road Iron أنا آسف Ecoست Iron ده بتاع مواصيل صرف السحل هو بتاع البيبان عندك أي واحد من دولة البيبان بقى، لو عايز تبني كباري زي كوبره الرود الفرج مثلا الهيال بتاع الحديد البقى يلا بقى مسك فيه ده هو ده كله. فيها مشكلة؟ حلو. طبعا انا دلوقتي عايز اشتغل عني واحد في يوم؟ انا هشتغل على الستيل بس. الستيل عشان انتجه. اعمل ايه؟ بجيب الحديد البيور. وانضفه اكتر. وانضفه اكتر. بعد كده بحط عليه The desired element بحط عليه The desired element اللي هو الكربون عشان يتحول الستيل. تبا الكلام ده بيحصل في endure يا باشا؟ بيحصل في 3 أنواع من الآفران ويحصل في 3 أنواع من الآفران. ايه هم الأفران ديت؟ إسمه او Oxygen Converter ، او Oxygen Converter أو Lithic concern اشتا؟ اتمنى نكون اشتا. اللغ powerful molecular below is the same with the magnet. لقدigare الذ falsed enough there's not that something is sad. لأ ام 그러면 كده طلعت الحديد بيور؟ الحمد لله. من الأول، هلا كده طلعته بيور وبعتها طلعته حديد صلب اشتا اشتا طب تب كده أنا أقسلنا ايه في الدرس أنا أقسلنا حاجة اسمها elleويس يالن نخش عليها يالن نخش عليها خلاص بك يا سيدي وعشان ما فرضكش معاي أكتر من كده أشوفك في بارت اتو السلام